البداع لا تقربوا إلى الله عز وجل مهما استشتنك والواجب على المسلم أن يسير حيث سار الشرع وأن يقف حيث وقف الشرع وإذا عمر بن عبد العزيز رحمه والله يقول قف حيث وقف القوم من هؤلاء القوم؟ الصحابة رضي الله عنهم قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا فما عليك إلا أن تقول إذا جاء الشرع سمعنا وأطعنا وبذلك يسلم لك دينك وإذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد الوجوه في تفسير هذه الآية قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة فهذا في يوم القيامة كذلك في الدنيا فإن أهل السنة تعلوهم علامة النور وأما أهل البدع فتعلوهم علامة الظلمة لا في قلوبهم ولا في أسماعهم ولا في ألسنتهم ولا على وجوههم ولا على أفعالهم وهذا واضح جليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر